موسيقى السلام عليكم يوم سعيد أرجوه لكم بداية أشكر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية على هذه الدعوة الكريمة وتمنى لهم مزيد من الإنجاز العنوان المقترح كان التغيير ومستقبل اللغة العربية اسمحوا لي أبدأ بكلمة للفيلسوف الألماني في اختعان اللغة يقول اللغة تجعل من الأمة الناطقة بها كل متراصة خاضعا لقوانين إنها الرابطة الحقيقية بين عالم الأجسام وعالم الأذهان وهذا ما نفتقد كثيرا في الانتباه والاعتناء بلغتنا العربية ما المقصود بالتغيير؟ العالم من حولنا يتغير كثيرا وقد تكلم الأستاذ أحمد عن بعض مظاهر هذا التغيير الإيجابية فإذا أخذنا بالتغيير الثقافي فلابد من الإشارة إلى مسألة الثقافة وكيفية الحفاظ على مكوناتها الأساسية الثابتة وهي اللغة والدين ونسق القيم وتفضلت بعضها الدكتورة نؤمن أن أي ثقافة تؤثر وتتأثر بالثقافات الأخرى التي تحتك بها وهذا شرط أساسي لنموها وتطورها لكن الثقافة في وسط هذا لا تتخلى عن مكوناتها الأساسية وإلا فإنها ستزول وتتلاشى في هذا العرض فأركز عن اللغة العربي كونها مجال البحث هنا بداية سوف أتحدث عن مكونات الثقافة والمؤثرات التي تشكلها ثم سأتحدث عن العولمة كمؤثر رئيس في تشكيل الثقافة في عصرنا الراهن وكيف تتعامل معها بعض الشعوب ثم سأنتقل إلى اللغة العربية ووضعها الراهن تعرف الثقافة بكونها الناتج الكل لجماعة بشرية مستقرة في مكان معين ولفترة طويلة فهي إذن باختصار نتاج تفاعل الإنسان مع البيئة التي يعيش فيها لكن مفهوم المكان قد تغير كثيرا فلم يعد المكان في الإمارات أو في العالم كما كان عليه من قبل أصبح الفضاء الافتراضي أكثر حضورا وتأثيرا من الواقع الجغرافي هنا يبرز دور اللغة في الحفاظ على الهوية في هذا العالم المتغير يبرز دور اللغة في الحفاظ على ركائز الثقافة وصيانتها من التلاشي أمام ثقافة أخرى مكتسحة فنحن إما أن نمكن لغتنا وثقافتنا كجزء مشروعنا التنموي وإما أن نتراجع ونستسلم أمام سطوة تلك الثقافة فإذا ضاعت اللغة ضاء حصن ثقافة المنية فاللغة ليست كينونة مغلقة ولا جزيرة معزولة كما يقولون ذلك أنها تتمظهر على ألسنة الناطقين بها ويتحقق وجودها الفعلي بهم تعرف بهم ويعرفون بها فتكون رمزاً للهوية لقد مرت اللغة العربية بتحديات كبيرة عبر التاريخ لكن ارتباطها بالدين الإسلامي حفظ لها البقاء والتحدي وتضافر جهود أهلها على حفظها فهذا ابن منظور في القرن السابع الهجري يخشى على اللغة من الضياع بسبب اختلاط الألسنة في الدولة الإسلامية الممتدة فيؤلف معجمة لسان العرب يقول عن سبب تأليفه إنني لم أقصد سوى حفظ أصول هذه اللغة وذلك لما رأيته قد غالب في هذا الأوان من اختلاف الألسنة والألوان حتى أصبح اللحن في الكلام بعد لحناً مردودة وصار النطق بالعربية من المعايب معدودة مشكلة العربية في العصر الحديث أو في عصرنا الحاضر تشير الدكتورة سهير السكري في مقابلة لها على شاشة النيل الثقافية إلى الدور الذي لعبه الاستعمار في تقليص التعليم باللغة العربية كذلك تقليص دور الكتاب المطوع كما كان يسمى في الإمارات والذي كان الطفل العربي يتعلم فيه خصوصاً في مصر وبلاد الشام يتعلم فيه اللغة العربية عن طريق حفظ القرآن وألفية ابن مالك في السنين الأولى الأكثر تأثيراً من حياته هذه الطريقة التي قد تبدو بدائية أو ربما أعيد تقديمها لنا بتلك الصفة أثبتت الدراسات أنها من أنجع الطرق ليس لتعليم اللغة فقط وإنما لتحفيز ملكة التفكير عند الطفل بتزويد بمحصول لغوي هائل فالطفل الذي يبدأ تعليمه المبكر في الكتاب تكون محصلة اللغوية في تلك المرحلة حوالي خمسين ألف كلمة لذلك تنبه كل من الاستعمار الفرنسي والإنجليزي إلى هذه الميزة التي يحظى بها الطفل العربي المسلم في ذلك الوقت وسعى إلى تقليص دور الكتاب وتأثيره في الدول التي استعمرها هذا المقطع تتحدث عن تغريب اللغة وتغريب التعليم ما حدث من تغيير التعليم وتغريب خلق إشكالية تعيش يا أجيال من الشباب اليوم تتواصل وتتعلم بغير لغتها وسط فضاء افتراضي أكثر حضورا وتأثيرا فمن الذين توقعه من هذه الأجيال الشابة وثقافتها إذا قل استخدامك للغة بتخليك عنها فإنها تضمحل على لسانك وتختفي من فكرك نسمع كثير من المبررات لماذا لا يستخدمون اللغة العربية يبرر البعض عدم استخدام العربية بكلام وليس بكلامه وإنما هو كلام من بغض العربية وحقد عليها وللأسف أصبح أبناؤها يرددونه دون وعي به أو معرفة متحققة من صحته يقول بعضهم أن عدم استخدام اللغة العربية أنها ليست لغة صالحة للألم وأنها لغة صعبة لا تواكب العصر وهذا كلام مردود عليه بالحجة والبرهان صعوبة تعلم اللغة العربية نقول لمن يقول ذلك أنها ليست أصعب من الصينية أو الروسية وكذلك اليابانية والألمانية والكورية لم تتخلى هذه الأمم عن لغاتها وهي أمم مبدعة في كل مجالات الحياة المعاصرة بل أن الرأسمالية العالمية تحسب لها ألف حساب لو لم تتمسك هذه الأمم بلغتها الأم وتبدع بها في كافة المجالات العلمية والفنية والأدبية لأصبحت تابعا مغلوبا على أمره اليابان مثلا قبلت بكل الشروط حينما هزمت في الحرب العالمية الثانية إلا شرط واحد أن لا تتخلى عن اللغة اليابانية لذلك هما الآن مثل لبقية الشعوب العربية ليست لغة علم وإنما هي لغة شعر وعواطف ولا علاقة لها بالعالم والسؤال الذي يطرح نفسه هنا وبكل براءة كيف وصلت لغة العلم وكنوزة إلى أوروبا ومن ثم إلى أمريكا وكيف خرجت أوروبا من عصورها المظلمة بالجهر إلى عصر النور ألم تكن تلك العلوم التي ترجمت من العربية إلى اللغات الأوروبية ألم تكن هذه العلوم علوم العرب والأمم التي ترجم عنها بما في ذلك علوم اليونان ألم يكن كل هذا بهذه اللغة القادرة هي اليوم غير قادرة ليس لعيب فيها وإنما لعيب فينا سنتقلان إلى العولمة بتأثيرها على اللغة التعريف المباشر البسيط الذي يتردد دائماً عن العولمة أنها اندماج مجتمعات العالم في منظومات اقتصادية متجاوزة للحدود أبرى العالم ككل أما في حقيقتها فهي مرحلة مقصودة ومخطط لها من قبل الاقتصاد الرأسمالي والغرض منها إزالة الحواجز النفسية والاقتصادية ليصبح العالم فضاء مفتوحاً للتجارة وبالربح وبالتالي تفرض لغة واحدة وثقافة واحدة ونمط حياة واحدة على الجميع العولمة تفرض ثقافة الأقوى لذلك لا بد من مواجهتها بتحصين ثقافي يقوم على الحوار أما الاستسلام لهذا التدفق الثقافي الأحادي والذي يكون في الغالب بلغة الآخر الأقوى فإن المجتمعات الأضعف ستفقد مع الوقت خصوصيتها خصوصيتها الثقافية وتتحول لمجرد تابع والسؤال الذي يطرح نفسه الآن إلى أي مدى نستطيع أن نحافظ على هويتنا الثقافية خصوصاً وأننا في مجتمع في الإمارات مجتمع تتعدد في تركيب السكانية هنا تبرز أهمية اللغة كركيزة أساسية من ركائز الثقافة العربية فاللغة ليست مجرد أصوات للتواصل إنها رؤية الفرد للعالم وتصور عن نفسه وعن الآخر فالمر إما أن يرتمي تماماً في أحضان الثقافة الأخرى الغالبة في ضوء اعتقاد بخوائه ويذوب فيها وإما أن يتصل بثقافته وهوية عن طريق لغة ينتمي إليها كجزء من تكوينه الأساس في هذه الحالة هو يتعامل بوعي ويختار ما يناسبه بهذه العلاقة ويكون نفسه فيغنى ويغني هل قلقنا مشروع؟ قد يجد البعض أحياناً يرد علينا أن هذا قلق في غير محلة ومبالغ فيه لكن نظرة فاحصة إلى بعض الدول دول العالم القوية والتي تظهر قلقاً على ثقافتها وتقدم خطوات مدروسة من جانبها للحفاظ على هويتها الثقافية فعلى سبيل المثال انتنبهت إلى أوروبا إلى الخطر المتمثل في السينما الأمريكية في التشجيع على نمط معين من الحياة الاستهلاكية فمولت أوروبا مشروعاً ثقافياً سينمائياً بـ 50 مليون يورو لتغطية الفترة الزمنية الممتدة من 2001 إلى 2005 يبث أفلاماً من إنتاج أوروبي خالص لمواجهة ما يرد من أمريكا حفاظاً على هويتها الثقافية المتميزة وهو ما ينسجم تماماً مع النظر الاقتصادية الأوروبية للعولمة التي لا تخرج من إطار فكرة بناء سوق أوروبي موحد هدفه الأساسي مواجهة العولمة كذلك يظهر جلياً قلق الفرنسيين على شخصيتهم وثقافتهم وهويتهم وقد أثار ذلك صراحة رئيس فرنسا السابق فرنسوا ميتران في إشارته إلى أشكالية الخطر التي التعرض له الشخصية الفرنسية وثقافة الفرنسية بل هوية فرنسا الحضارية من اكتساح الثقافة الأمريكية في إشارة منه إلى الضغوط الأمريكية على فرنسا لرفع الحماية عن سوق الثقافة والفن والإعلام وجعلها سوق حرة مفتوحة كذلك نجد أن موقف ألمانيا وإيطالة لا يختلف كثيراً عن موقف فرنسا والسؤال الذي يطرح نفسه ما بال معظمنا لا يخشى على لغته وثقافته ولا يهتم لواقعها اللغة العربية في ظلها التغير نقترح أن تبدأ مزيداً من الجهود للحفاظ عليها وتمكينها العولمة نظام مفروض في العالم لا يمكننا التجاوز ولا يمكننا التعامل معه بما يحفظ لغتنا التي هي أساس هويتنا العناية باللغة العربية من حيث إعداد المناهج والبرامج العلمية المشوقة والممتعة وإعداد المدرس الكفء وتأزيز مهنة التعليم مادياً ومعنوياً الاهتمام باللغة العربية من حيث البرامج الحاسوبية لأن هناك قصور كبير في هذا الجانب بما يفيد العربية ويعزز حضورها التنبه إلى ما تعانيه العربية في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من تجاوز وتشويه وتصحيح الاهتمام بالتراث العربي الإسلامي وعادة قراءته وتقديم وجوهه المشرقة إلى الأجيال الشابة وعدم إخضاع اللغة إلى سوق الاقتصاد والسوق الاقتصادي وأولاً وقبل كل شيء اللغة العربية تحتاج إلى قرار سياسي حاسم يعيد الأمور إلى مسارها الصحيح فيما يتعلق باستخدام اللغة والاهتمام بها وتمكين الشباب منها وسأخدم حديثي هذا بمقولة للمهاتمة غاندي أجدتها تعبر كثيراً عن موقفنا يقول غاندي لا أريد أن يكون منزلي محاطاً بالجدران من جميع الجوانب ونوافذي مسدودة أريد أن تهب ثقافة كل الأرض بمحاذاة منزلي وبكل حرية ولكنني أرفض أن أنقلب بهبوب أي واحدة منها شكراً لحسن استماعكم شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة